موسيقى انكماش الاقتصاد البريطاني بـ 11% خلال العام الجاري في أسوأ يا دائم منذ أكثر من 300 عام وتوقعات بارتفاع تدخم الـ 18% أسعار ذهب تهبط لأن مستوى له منذ خلاصة أسابيع لسبب ارتفاع الدولار ومخاوف من زيادة السعر الفائدة الأمريكية موسيقى في الإسماعيلية محصول وفير من المانجو مع استخدام تقنيات التهوية المناسبة وزراعة أنواع جديدة تتحمل لحرارة مرتفعة موسيقى مشرط اقتصادية جديدة من نيل الأخبار أهلا بكم سجلت بريطانيا مستوى قياسية من الانكباش الاقتصادي في عام 2020 لم تسجله منذ 300 عاما وذلك بسبب جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية حيث تراجع النتج المحلي الإجمالي بنسبة 11% حسب بيانات مكتب الإحصاء البريطانية كما توقع المحللون الاقتصاديون أن يرتفع معدد التضخم في بريطانيا من نسبة 18% في البناء بداية من عام 2023 وهو أعلى بتسع مرات من المستهدف الذي حدده بنك إنجلترا وذلك في ضوء القفزة الأخيرة في أسعار الطاقة قالت وزارة التحول البيئي الإيطالية إن صنعت كثيفة الاستهلاك للطاقة في إيطاليا بدأت تعد الإنتاجها لتوفير الطاقة في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وحصلت إيطاليا في العام الماضي على ما يقرب من 40% من الغاز الذي استوردته من الخارج من روسيا إلا أنها أبرمت في الأوانة الأخيرة صفقات مع عدة دول بديلة منتجة للغاز للتقرير اعتمادها على موسكو قال الاقتصاديون إن مجلس الاحتياطية الاتحادية الأمريكية سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر وستتوقعت بأن التضخم وصل ذروته ومخاوف متزايدة من الركود ولم يستبعد رئيس مجلس الاحتياطية الاتحادية جيرام بأن الشهر الماضي ابطاء وطيرة الزيادات في الفائدة خفض المصر في المركزية الصينية مرة أخرى هذا العام اثنين من معدلات الفائدة المرجعية لدعم الاقتصاد الذي أضعفته أزمة العقارات والقيود الصحية وتم خفض معدل القرد الأساسية على أساس سنوية الذي يشجل مرجعا لأفضل المعدلات التي يمكن أن تقدمها المصارف للشركات والأسر من 3.70 إلى 3.65% ومعدل الفائدة على خمس سنوات وهو المرجعي لقروض الرهن من 4.45 إلى 3.4% أظهرت بيانات أن تركيا زادت واردتها من النفط الروسي إلى الممثلين هذا العام الممثلين هذا العام على الرغم من العقوبات الغربية على موسكو وأظهرت البيانات أن تركيا زادت واردتها من النفط من روسيا بما يتجاوز 200 ألف برميل يوميا منذ بداية العام مقابل 98 ألف برميل فقط في الفترة نفسها من عام 2021 وتراجعت أسعار النفط الروسي هذا العام إلى مستويات منخفضة تاريخيا مقابل خام براند هبطت أسعار النفط خلال تعاملة اليوم منهية ثلاثة أيام من المكاسب ووسط مخاوف من أن تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى تباطئ الاقتصاديين عالمية وتقويد الطلب على الوقود وتراجعت الوقود الأجلة لخام القياس الأوروبية مزيج برينت للتسليم في أكتوبر 1.2% إلى 95.55 دولار للبرميل وهبطت العقود الأجلة للخام الأمريكي للتسليم في سبتمبر 1.2% إلى 89.65 دولار للبرميل في أسواق المعادن نفيسة هبطت أسعار الذهب لسادس جلسة على التوالي لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع متأثرة بقوة الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحدي الأمريكي سعر الفائدة للحد من ارتفاع التضخم وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1746.6% دولار للوقية وبالنسبة لمعادن نفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% وزاد البلاديوم 0.2% بينما انخفض البلاتينة 0.3% سجل مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوى له منذ خمسة أسابيع بعد أن أشار مسؤوله في البنك المركزي الأمريكي إلى احتمال استمرار التجديد النقدي بشكل قوي وارتفع مؤشر الدولار إلى 108.23% وانخفض اليورو إلى أن مستوى له إلى 1.27% دولار وفقد اليورو 35% ليصل إلى دولار واحد فيما انخفض الجنيه الاسترليني 0.33% إلى 1.790 دولار للمني ومستويات لم يشهد السوق منذ منتصف يوليو الماضي انخفضت الأسومة الأوروبية وسط مخاوف بين المستثمرين من اتخاذ إجراءات متشددة من صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبية وانخفض المؤشر ستاكس 600 الأوروبية 0.2% وتراجع مؤشر داكس الألمانية 0.4% وهبط مؤشر كاكا الفرنسي 0.7% أما في بورس توكيو للأوراق المالية أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض إذ قادت شركات التكنولوجيا للخفاض والخفض المؤشر نايكي 0.47% معوضا بعد خسائري في التعاملات المبكرة على أثر خفض الصين أسعار الفائدة على الإقراض كما تراجع المؤشر توكس الأوسع نطاقا 0.1% شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقرارا خلال تعاملات اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات الأهلي ومصر سجل سعر الصرف الدولار 19.10 جنيه للشراء وتسعة عشر فاصل ستة عشر جنيه للبيع أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سميرة حرص الوزارة على تيسير إجراءات حصول المستثمرين على كافة الموافقات والترخيص الصناعية وخلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب أكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ العديد من الإجراءات لتفعيل منظومة لا مركزية بكافة الجهات التابعة للوزارة وبصفة خاصة المعنية بالتعامل مع المستثمرين شهد إنتاج محصول المانجو إنتاجا وفيرا هذا العام في محافظة الإسماعيلية بعد أن لجأ المذارعون إلى استخدام التقنيات التهوية المناسبة والصوبات الزراعية والتقليم والتسميد الملائم كما بدأ المذارعون في زراعة أنواع جديدة من الشتلات التي تتحمل الحرارة المرتفعة محصول وفير من المانجو شهدته مدينة الإسماعيلية خلال العام الجاري على الرغم من تداعيات التغير المناخي وداء العفن الأسود الموسمي هذا المحصول عزاه المزارعون إلى استخدام تقنيات التهوية المناسبة والصوبات الزراعية للتأقلم مع الحرارة المرتفعة إلى جانب التقليم والتسميد الملائم المحصول عاد إلى طبيعته تقريباً بعد الخسائر التي شهدها العام الماضي بسبب موجات الحرارة غير المتوقعة خاصة مع زراعة أنواع جديدة من شتلات المانجو والتي يمكنها تحمل الحرارة المرتفعة بالنسبة لمقاومة تغيرات الجو بالنسبة للأصناف الأجنبية بيكون الارتفاع بتاعها مش عالي فبيتم عمل صوب للتغطية من درجة الحرارة المرتفعة وتحميها برضو من درجة البرودة الشديدة وده بيكون برضو بيخفض معانا في نسبة رش المبيدات على أساس الإنتاج يبقى فيه للتصدير بالمواصفات المطلوبة نحن بدأنا نزرع أنواع النبية تبدأ تتناسب مع المناخ الحاليا وبنبدأ مثلا مثلا الكريمسون والأستون والطومي والنعومي والهايدي والياسمينة كل أنواع دي بتمشي مع المناخ حاليا تستعمل مع الحرارة والبرودة الشديدة وتنتج الإسماعيلية ثلثة إنتاج مصر من المانجو بمساحة مزروعة تتخطى ثمانية وثمانين ألف فدان وصدرت خلال ثلاث سنوات ما يصل إلى مليار وأربعمائة مليون دولار من المحصول إلى العديد من الدول الأسيوية والأوروبية هذه تذكرة بأهم ما جاء فيها من العنوين في هذه الرشرة الاقتصادية إن كماشر الاقتصاد البريطاني بـ 11% خلال العام الجاري في أسوأ أدام منذ أكثر من 300 عام وتوقعات بارتفاع تدخل لـ 18% السعار الضهب تهبط لأدنى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع بسبب ارتفاع الدولار ومخاوف من زيادة سعر الفائدة الأمريكية وفي الإسماعيلية محصول وفيد من المانجومة على استخدام تقنيات التهوية المناسبة وزراعة أنواع جديدة تتحمل الحرارة المرتفعة مشاهدين هذه كانت أخبار الاقتصاد من نديل الأخبار شكرا لكم